عندنا كلام كتير سواء عن الأهلي أو المتخب نستأذنك نبتدي بالأهلي وخصوصاً من ضمن الأحداث الكتير اللي نواد بتتكلم عليها اللي استجدت في الأيام والأسابيع قليلة الماضية في أسماء استجدت علينا في المدير الفني ثلاث صفقات جديدة في النادي الأهلي برضو من ضمن الأمور اللي استجدت واللي الناس كتير وقفوا عندها باستحسان للأمانة مش عارفين انت شخصياً رأيك لها إيه فكرة التدريب اليوم الكامل فعايزين نعرف رأيك في كل المستجدت خليل دوقتي الكلين عارفين النادي الأهلي مر بظروف استثنائية السنة اللي فاتت كان فيها مشاكل كتير جداً وضغط المباريات وفي حقبة ما بعد بيتسو مسماني كابتن سامي الأنصان ميسج بعد كده جاء سوارش سوارش ما كانش فيه عنده توفيق كبير جداً وراجل ميشي وكان حظه وحشه وكانت الظروف كلها مش مساعدة فلما بيجي أي مدير فني جديد طبعاً بيتفرج على آخر 8 أو 10 مباريات بحيث أنه برضو يبقى عارف السكواد عامل إزاي الناس عامل إزاي مستوىات عامل إزاي الحقبة اللي هو قبل ما يجي فيها على طول لو بصينا نشوف أن الراجل لو هيبص على آخر مباريات تلعبت للنادي الأهلي فيه مشاكل كتيرة جداً أن اللي كان بيلعب مش الاسكواد رئيسي بالظبط كده كان فيه طبعاً شوفنا مجلس إدارة النادي الأهلي بعد خسارة الكاس وشايفين أن الدوري كان خلاص باعت بشكل كبير جداً راحت اللعيبة كبيرة زائد أن فيه لعيبة كتيرة جداً جداً كانت مصاب فالراجل لما يجي يبص على اللعيبة اللي كانت موجودة أو آخر مبارات اللي اتلعبتها هلأ أن فيه مشكلة كبيرة جداً أن ده مش الاسكواد الأساسي أو الرئيسي بتاع النادي الأهلي بحيث أن انت تبصت لأي آخر مرة النادي الأهلي تريباً لعب فول اسكواد أو فول تيم كان في مبارات الفاينال بتاعت دوري أبطال أفريقيا اللي خسرناها من الوداء فالرجل أنا شايف أنه هو عمل يبقى الراجل أفل على نفسه خالص وراجل عمل معسكر وخلى اللعيبة تخش كأنها فعلاً في فترة أعداد آآ احنا عارفين أننا دلوقتي في شهر تسعة وفترة أعداد تبقى في شهر سعة بسنا طبعاً عارفين الدنيا في مصر والتنظيم في مشاكل كتيرة جداً فشفنا أن الراجل عمل اليوم الكامل اللي هو عاوز يعمله ده وخد قوتيل جنب الملعب بتاع النادي الأهلي وعمل فترتين بحيث أنه يبقى عنده رؤية واسعة كبيرة جداً يشوف كل اللعيبة يقدر أنه هو يحفظ اللعيبة لأنه برضو خب بالك لما بيجي بدير فن جديد ويخش على النادي بيعاوز يحفظ أسامي اللعيبة بيعاوز يشوف اللعيبة أرقام اللعيبة التمركزات اللعيبة واللعيبة اللي تقدر تطبق له الأفكار بتاعته ونشوف اللعيبة اللي عندها المقاومات للكلام ده كله فالراجل عاوز براح كان عاوز وقت بشكل كبير جداً وعاوز أنه يشوف اللعيبة مرة واثنين وثلاثة وأنا كنت معاه جداً في موضوع عدم إذاعة المباراة فلذلك أنا شايف أنها قرار كويس جداً منه أحسن أن أنا أشوف اللعيبة مرتين في اليوم أحسن أن أنا مرانه ومرة واحدة زي أن أنا مدخل اللعيبة جوة أجواء المعسكرات وجوة الحاجات اللي هي بتبقى مقفولة دي هيفرق بشكل كبير جداً معاه في التعرف على اللعيبة عشان يشوف الرجل إن شاء الله يعمل الفتر اللي جاي طب بص بقى محمود عايز أقول لك على حاجة لأن الموضوع ده يعني ده لسه كنت يعني مبارح مبارح والله في حوار كده مع ناس أصدقاء لي يعني وعصبوني بصراحة وأول مرة تعصب بل إن عارف استقتال على المعلومة الغلط يعني عارف محد يبعنده معلومة غلط بمهم نتكلم عن صفقات النادي لأهل الجديدة مش عارفة إيه وعندنا بسونائي سيراميكا شادي وميسي وتكلمنا عن الصفقة البرازيلية طبعاً برونو سافيو ويجي قول لك إيه بقى برونو سافيو ده ماقوف ست شهور أصلاً أنتم واقلاً هتستفيدوا بيه حاجة مش عارفة أي كلام في أي كلام وانت بقى تشرح وبعدين بقى يسمعوه وعكاية يا حاجة في جد والله خلينا نروح للنقطة دي عشان نسد خالص الباب ده وعشان حتى من الجماهير الأهلوية اللي سامح حاجة مغلوطة اللي عنده معلومة مغلوطة يبقى ساهم الدنيا ماشي السابق طبعاً كلنا عارفين أي صفقة بالتمل لنادي القالي لعيب لاتيني أو لعيب جديد علينا شوية ما حدش يسمع عنه حاجة الناس بتطور تدور وراه علشان نشوف الرجل ده عنده مشاكل إيه ورقامه عامل إيه والكلام ده كل الرجل كان ماشي يعني هو كان بلعف الدوري بوليفي وكان مكسر الدنيا ولكن الرجل فيه في مباراة طورت فيها آخر مباراة تقريباً والراجل يعني كان مده جداً أنه هو الطرد فكان بيشد مع الحاكم شفت الفيديو والناس كلها شافت الفيديو عشان الناس كان بتتكلم زي ما انت تقولي كده أنا وانده على العميان الرجل ما فيش غير أنه هو بعد ما الحاكم طرده أو طلع له كارتر الأحمر فالراجل كان جاي وبيحاول بس يتكلم معه عصر بها شوية وبالزبط بس وهو اللعيبة بتحوشه خبط في الحاكم يعني لمسك وضربه ولا اداله بوكس ودايمه على الأرض والناس بيقول دموت الحاكم وكسر الحاكم وهيتوقفه أنا ليش أعرف الفتاوى دي بتيجي ما هو لازم أي لعيب جاي ناس بتيفتي 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 في كل حاجة يعني يعني يبقى الموضوع قد كده تحس الناس بقى بتوع تجو بزي ما بقولك هادي اللي خدمنا السوشيال بيديا هادي اللي خدمنا بحياتنا معين موضوع بسيط جدا داخل حد يعمل سرش على الواقع هتطلع له بكل سهولة يعني المسجلة وتزعت حتى في قناة فضايا كتير اليومين تلاتة اللي فاتوا فطبعا هو عشان صفقة جديدة وبرازيلي فالناس دايما لازم تدور على أي حاجة لي بس هو ما حصلش أي حاجة ولو هيحصل واقفة ويحصل مشكلة للرجل ده يكون الموضوع انترنال في الدوري بوليفي لأن المشكلة تمت في الدوري بوليفي ولا ترتقي أن هي تروح للفيفا أو للحاجات التأدبية بتاعت الفيفا والكلام ده كله فما فيش أي مشكلة